التحمى صاروخ روسي من ترازي سيوز وعلى متنه ثلاثة رواد منهم أول رائدة إيطالية في تاريخ غزو الفضاء بمحطة الفضاء الدولية في مدار الأرض الاثنين بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية نازا والتحمى الصاروخ بالمحطة التي تسبح على ارتفاع نحو أربعمائة ألف متر عن سطح الأرض بعد ساعات على انطلاقه من محطة بايكونور الفضائية في صهوب كازاخستان وسينضم هذا الفريق الثلاثي إلى فريق ثلاثي آخر يقيم على متن المحطة قوامه الأمريكي باري ويلمر والروسيان أليكسندر سامو كوتاييف وإلينا سيروفا وستستمر إقامة الفريق الجديد فيها إلى منتصف شهر أيار مايو المقبل وحمل الرواد معهم مؤنا إلى المحطة منها كافيار وتفاح وبرتقال وطماطم وحليب وشاي إضافة إلى جهاز لتحضير القهوة الإيطالية إسبرسو مصمم ليعمل في ظروف عدام الجاذبية